من أسباب الزواج العرفي وأسباب انتشاره لو بصنا المجتمع بشكل عام هنلاقي قضية الاختلاط قضية الاختلاط في بعض الأماكن في الدراسة وعشان كده هو منتشر في الجامعات زي ما قلت لحضراتكم فهنلاقي العملية سيبة اللي عايز يتكلم يتكلم واللي عايز يتعرف يتعرف والأصول والتربية والعادات والتقاليد غابت عن ناس كتير فأصبح النهاردة البنت كل صدقاتها مع الشاب والشاب كل صدقاته مع البنات فنبدأ من حتة بقى الاختلاط هنا والتعارف اللي بيخلينا كل مرة وكل فترة حاجز من الحواجز بيتشال بينهم وبين بعض مع المغريات اللي موجودة مع الأخبار اللي بنسمعها مع المسلسلات والأفلام اللي بنشوفها اللي فيها أحيانا في بعض الأوقات كده اللي بتهيأ لنا الموضوع إزاي العلاقة تبدأ وإزاي تتم وإزاي الزواج العرفي يحصل وإزاي نتقابل وفين نتقابل مع الاختلاط ده بيدينا الفرصة أو بيخلينا كده نبدأ نفكر إزاي نتمم الزواج العرفي فالبيئة المحيطة وأسلوب التربية اللي موجود مع غياب الوازع الديني وده مهم جدا 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 يا جماعة مهمة قوي علشان أحافظ على أولادي وأحافظ على بيتي وأخلي أولادي يبقوا بعيد جدا عن الأنواع دي من الزواج اللي معظمها أنواع محرمة من الزواج مهم جدا أن أنا أربي أولادي وأعلم أولادي وأعلمهم إيه الصح والغلط كنت دايما بقول كده في تربية الأولاد علموا أولادكم القرآن وتركوا القرآن يعلموا أولادكم كل شيء لو أنا عودتهم على القرآن وربتهم على القرآن مش لازم أحفظهم على فكرة الناس بتغلط كتير وبتعتقد أن أنا حفظت القرآن يبقى أنا كده أديد رسالتي مش لازم أحفظوا القرآن لكن لازم أعلموا تعاليم القرآن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق سيدنا رسول الله قالت كده ايه كان خلقه القرآن يعني مش حفظ قرآن لكن تنفيذ تعليم القرآن ان احنا نعيش على منهج القرآن ان احنا نربي أولادنا تربية إسلامية صحيحة نقول لهم ده الحلال وده الحرام الحلال ده طريقه ايه والحرام ده طريقه ايه فأنا لما ربي أولادي على الوازع الديني على حب ربنا سبحانه وتعالى أربي أولادي على ان هم يتحروا الحلال دايما في كل حياتهم وأبعدهم عن الحرام وأخوفهم من الحرام عمر الظاهرة دي ظاهرة الزواج العرفي ما هتنتشر بالشكل اللي احنا فيه لما أعلم بناتي يا جماعة ان سيدنا النبي بيقول كده زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل زي ما سيدنا النبي صلى الله وسلم قال لما أربيهم على كده عندي يقين وثقة اني بنتي عمرها ما تعمل كده اني بنتي عمرها ما تعمل علاقة محرمة لما أعودهم اني يبقى فيه حوار بيني وبينهم لما أستقبل ابني وبنتي دايما وهم راجعين بالابتسامة بالحضن أستقبلهم اني احنا نعود ونتكلم مع بعض أستقبلهم اني لما يبقى فيه حد فيهم عنده مشكلة عنده موضوع مش لازم يوصل لحد المشكلة لكن أي موضوع ونكون أصدقاء مع بعض ويحكوا لي تأكدوا ان ظاهرة زي دي مش هتنتشر في مجتمعنا إيه اللي يخلي الزواج العرفي ينتشر بالشكل البشع الرهيب اللي احنا فيه دوات ان كل واحد بتصرف في اندماغه ان كل واحد ملوش مرجعية زي ما بقولكوا كده انه ملوش كبير يرجع له انه ملوش حد أمين يستشير ويتكلم معاه لو قدرنا نحتوي أولادنا وقدرنا الزوجة كمان تحتوي زوجها تأكد يا حضرتك ان ده مش هيحصل لكن النهاردة لما الموضوع يعمل هلع للزوجة لما زوجة كده تكتشف ان زوجها متجوز مثلا مرتين ثلاثة عليها عرفي قدرا لما زوجة النهاردة تلاقي أوراق الزوج العرفي زوجها عينها منها وتلاقي كده عقود زوج عرفي يبقى احنا إيه العيشة دي وإيه اللي وصلنا لده لازم كل واحد من الاتنين يفكر حضرتك كزوجة هو إيه اللي وصل زوجي ان هو يتجوز عليها مرة واثنين وثلاثة عرفي وانت كمان كزوج انت ليه تتجوز عرفي ما أنا عندي العرفي زي ما قلت الحلقة اللي فاتت العرفي ده نوعين طريقتين لسورتين صورة شرعية ان فيها الولي والشهود والإشهار والإعلام دي صورة شرعية وصورة تانية العلماء بيقولوا عليها الزواج ده زنة تخيلوا الفرق بين الاتنين واحدة شرعية فيها ولي وشهود وإعلام أو إشهار والتانية زنة مش زواج كل واحد فيهم بيتكلم مع التاني وبيتفق مع التاني طيب